ايمن اشف موجود محمد هاني موجود كله بيقدي دوره بشكل مميز جدا وزي ما بقولوكم التوب فورم الليه فريق النادي الاهلي سواء اللعبين الاساسين كان قابل كده او اللعبين اللي بيشاركوا متواجدين نتيجة اصابات نتيجة اقافات ما شاء الله ماشيين بشكل جيد جدا جدا وبيقديوا بنفس القوة بنفس الحماسة اللي موجودة و بنفس الفنيات كمان وده يدل على ان الفريق متكامل الحمد لله قدرات هيلة جدا عند لعيب النادي الاهلي قدرات هيلة عند لعيب النادي الاهلي فريق متكامل ان شاء الله احنا ما بنبصش بقى السنة دي على بطولة الدوري الممتاز فقط احنا بنبص على بطولة افريقيا اللي احنا مفتقدين بقالنا فترة ان شاء الله تبقوا قدر وقدود لان احنا محتاجين هذه البطولة مرة اخرى وتعود هذه البطولة مرة اخرى والوصول لكأس العالم الاندية هو هدفنا ان شاء الله و احنا بنتكلم على المباراة الصابقة كان يعني فيه بعض الاحصائيات الخاصة معنا بهذه المباراة كان كابت حسامي ابتدى طبعا بمجموعة من اللاعبين او التشكيل الاساسي هدفة المرمى محمد الشناوي ومن من الشمال كان احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبر رحيل وخط الوسط شام محمد وعمر السلية امامهم عبدالله سعيد وباكا واجعي وليد ازر الشكل كان تغييرات كنا بنلاقي باكا موجود بقاله فترة بنلاقي شام محمد بيروح ويرجع بنلاقي صبر رحيل برضو بيروح ويرجع نتيجة وجود معلول يعني فبالتالي ايضا احمد فتحي ساعات بتلاقيه في نص ملعب بتلاقيه بيرجع فباكا رحيلة عندنا ما شاء الله يعني مجموعة من اللاعبين بيتم تغيرم ولكن الاحلى والاجمل في فريقنا انك ما بتحسش باي تغير في اداء الفريق ولكن ممكن تحس بمستوى بيزداد ده نتيجة ايه ان كل لعب موجود جوه التيم موجود جوه المباراة عايز يقدم احسن عارض عايز يقول انا موجود انا هلعب انا اساسي مش هينفع ان انا عندي الجمهور واسم التيم ده او اسم الفريق ده وما بقاش موجود وحط بصمتي في الملعب وحط بصمتي عند جمهور النادي الاهلي فبالتالي بتلاقي اللعيبة ما شاء الله حتى بما فيهم الاجانب يعني هتتكلم على اجايه هتلاقي على بكة لما نزل هتلاقي على معلول لما نزل هتلاقي وليد ازاره وهو سعيد دلوقتي بعد الاهداف اللي بيجيبها وسعدته لما بيكون في الشارع ولا بيكون بيتكرم من مؤسسات كبيرة كاحسن لاعب موجود او احسن هداف موجود او احسن فرود موجود كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع اللاعبين فبالتالي كل واحد عايز يقدي دوره بشكل جيد هليني اقولكو ان احنا يعني في بعض الاحصائيات الخاصة بيها هذه المباراة الاهلي طبعا كان نسبة استحوازه عالية جدا في هذه المباراة 59% يعني كبيرة جدا يعني بتكلم في 60% والاربعين الباقية موجودة ليه فريق المقاولون العرب التزديدات كانت 15 منهم 6 على المرمى بشكل سليم الركنيات كانت 6 للاهلي 12 للاهلي ركوتر صفرة مفيش الحمد لله الحمرة مفيش التمريرات كانت 621 تمريرة منهم 533 صحيحة بنسبة 86% تمريرات صحيحة للنادي الاهلي تمريرات خطرة للنادي الاهلي كانت 21 تمريرة الالتحامات الاوية كانت 49 التحامات نتكسب منها النادي الاهلي 23 التحام في الهواء يعني نسبة الالتحامات 47% للنادي الاهلي بالنسبة للحصول عليها أيضا المراوغات كان 14 منهم 8 سليمة وقدر النادي الاهلي يرغب من خلال لعبته تم المراوغات سليمة نسبة المراوغات صحيحة يعني 57% ده بعض الاحصائيات الخاصة بالمباراة نتمنى طبعا أن كل مباراة يكون هذه النسب أكتر وأكتر وأكتر لأن كلما النسب بتزيد كلما يبان النادي الاهلي فيه مستوى أحسن وأفضل بإضافة طبعا للنتائج يمكن أنه إحنا بنتكلم على الجمهور وجماهرنا النهاردة كان فيه اجتماع لاتحاد الكرة بيشارك فيها الأندية كلها كان مهندس خالد مرتاجي عوض مجلس صدرات النادي الاهلي متواجد نيابة أو موجود عن مجلس صدرات النادي الاهلي وفي التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه على عوضة الجماهير احنا هيكون إن شاء الله في جماهير في كاس مصر ولكن في الدورة اللي في التوقيت الحالي لحد نهاية الموسم هيكون خلاص أقره ب300 فرض هيكون متواجد من جماهير النادي الاهلي وكننا هنتكلم هنا وكلامنا حتى في كاس مصر لشبابنا شباب النادي الاهلي اللي بيحبوا فريقهم في عقوبات هتبقى موجودة على النادي لأن النادي هو اللي هيبقى مسؤول في وقت ملوقات على المباراة أو على تأمين المباراة من الداخل الشرطة هتبقى موجودة من الخارج احنا نتمنى ان ما يبقاش فيه اي تجاوزات لان احنا في الاول في الاخر النادي هو اللي بيدفع الغرامات هو اللي بيدره انتوا كمان كجماهير هيبقى فيه عدد معين من المباراة ممكن ما تخشوهاش فبالتالي احنا عايزين ان احنا نرتقب نفسنا نرتقب بوجودنا داخل الملعب وتمسلنا كاسم جمهور النادي الاهل ده جمهور كبير جمهور ليه رونقه فبالتالي ان شاء الله الفترة اللي جاية بعيد عن التلتمية التلتمية طبعا ده يعني رقم بالنسبة لجماهير النادي الاهلي طبعا لا يذكر طبعا احنا بنتكلم في ملايين ملايين الجماهير اللي بتحب وعاشقة لهذا الكلمة الكبير ان شاء الله يبقوا متواجدين في الفترات القادمة بداية من كاس مصر وايضا الموسم القادم ان شاء الله فبالتالي النهاردة كان فيه اجتماع اثمر عن ان فيه ان شاء الله لكل فريق تلتمية فرد او تلتمية واحد من الجمهور هيكون متواجدين ان شاء الله في الملعب نتمنى ان شاء الله يكون بداية مبشرة بداية يكون فيها خير لجمهورنا والشكل الكرة في مصر طبعا ما نجي نبص العالم كله بيلعب بجمهور الا بلدنا الا مصر بالتالي ده اعتقد ان هو في الرياضة وفي كرة القادمة المصرية ما اعتقد انها مش مميزة خصوصا ان احنا وصلنا كاس عالم والامور الحمد لله مستقرة بشكل كبير جدا لهذا الوضع يعني وضع منتقام خلال اشتركوا في القناة